السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم وحياكم الله لأخوة الكرام أينما كنتم في هذا الفيديو الجديد حتى قبل ما أبلش في هذا الفيديو بدأ أحب أحكي لكم بخصوص هذا الفيديو هذا الفيديو أنا ما راح راح أقدر لا أساعد حدا يتزوج ولا راح أقول لك أنه كيف طريقة الزواج ولا كذا الفيديو هذا خاص ناس للناس اللي ساكنين هنا في بيلاروسيا أو الناس اللي بدهم يعرفوا شو هي متطلبات الزواج في بيلاروسيا من ناحية قانونية شو الأوراق المطلوبة لهذا الموضوع يعني ما حد يسألني يتصل فيني أو يكتب لي بدأ أتزوج وفي كذا وكذا هذا الاشي أنا ما بس ما أقدر أفيدك فقط راح يكون في هذا الفيديو شو هي الأوراق المطلوبة للزواج والشروط وغير ذلك في هذا الموضوع فنبدأ إن شاء الله بهذا الموضوع اللي هو الزواج في بيلاروسيا شو أهم الأوراق وأهم المتطلبات لهذا الموضوع أهم الأوراق المطلوبة في بيلاروسيا أن يكون جوازك السفر مترجم للغة الروسية ويكون مصدق من وزارة العدل البيلاروسية هذا بالنسبة لجواز السفر النقطة الثانية والأهم طبعا أنك أنت تكون مقيم داخل بيلاروسيا يكون عندك أي إقامة سواء إقامة سياحية إقامة طلبية إقامة عمل أو أي إقامة من هاي الأمور النقطة المهمة برضو الثالث أن تكون عندك عدم محكومية البلد اللي أنت منها لازم يكون عندك عدم محكومية برضو تكون مترجمة للغة الروسية ومصدقة والنقطة الرابعة أن تكون عندك كمان ورقة أنه أنت أعزب أو أنك غير متزوج في البلد اللي أنت موجود فيها برضو تكون مترجمة ومصدقة للغة الروسية في بيلاروسيا أو تجيبها من البلد اللي أنت موجود فيها وتصدقها وترجمها في بيلاروسيا هذه أهم أربع نقاط مطلوبة حتى أنت تستطيع أنك تسجل الزواج الرسمي في بيلاروسيا أو في المحاكم البيلاروسيا هذا بالنسبة شو هي الأشياء المطلوبة شو الميزات اللي ممكن الواحد يحصل عليها لما يتزوج أول شيء أنه يحقله ما يحقل المواطن البيلاروسي سواء بالعمل العلاج الدراسة وغيرها يعني مثلا في أشياء برضو كمان ممكن هو أنه يقدم على الإقامة السنوية إذا هو ما بدوش مثلا يأخذ إقامة دائمة ممكن يقدم على إقامة سنوية ممكن يقدم على إقامة دائمة ممكن يحصل على الجنسية ولكن كل واحد إلها فترة المعينة أنا كنت حكيت عن هذا الموضوع بالتفصيل أو هو موضوع الإقامات بالتحديد برضو ممكن أحط لكم اللي هو رابط هذا الفيديو أسفل هذا الفيديو حتى تتطلع على موضوع الإقامات وكيفية الحصول عليها هذا بالنسبة للأشياء اللي ممكن تحصل عليها بالنسبة لموضوع الزواج في بيلاروسيا فيه ناس بيسألني شو سلبيات وشو إيجابيات الزواج في بيلاروسيا مثل له مثل أي زواج في أي مكان في العالم إليه سلبيات وإيجابياته لو قلنا السلبيات الموجودة هنا إنه اختلاف العادات والتقاليد ممكن تكون شوي صعبة على الإنسان اللي بتزوج أول مرة وما بعرفش عادات وتقاليد هذه البلد شو برضو كمان سلبيات تربية الأطفال لازم تكون مراعاة يعني بينك وبين الزوج يعني لازم أنت تكون حاكي للموضوع للزوج إنه أنا مثلا بدي ربيه كذا وكذا وخاصة إذا الزوج كانت مش موصلة شو إيجابيات الموضوع إنه هنا ما فيش موضوع اللي هو إنه تكاليف الزواج هنا تقريبا قليل جدا أو شبه معدومي يعني مقارنة مع دول ثانية يعني سواء بالمهر سواء بموضوع البيوت السيارات وهي الأشياء هنا العالم بنفس بشكل عام عندهم مش هاي الأشياء موجود إنه بينك وبين الزوج يتقاسموا هذه الأشياء ممكن الزوج هي تجيب شقة مثلا أو هو لي يجيب كذا وأعني الأمور هنا ما فيش فيها أي مشاكل معنا أي الناعية الأمور هنا مبسطة بشكل يعني بشكل حتى مبالغ فيه إذا صح الكلام هذا بالنسبة لي السلبيات والإيجابيات في بلاروسيا بس هذا اللي حبيت أحكيه بالنسبة لموضوع الزواج في بلاروسيا واللي عنده أي سؤال أو أي سيف ستار أرضه ممكن يرسليها على لو تستقبل الظاهرة عندكم على الشاشة ومثل ما قلت برجع بك أكرر ما أحد يكتب لي إنه أنا بدي أتزوج أو بدي أبحث عن زوجة وكذا لأنه مش راح أفيده لا من بعيد ولا من قريب وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته